السلام عليكم ايه اخباركم ان شاء الله يا رب النهاردة تكونوا بخير النهاردة انا معاكم علشان جاي اتكلم في حاجة مهمة جدا من التراص السناوي تي اكلة حلوة اوي والكل بيجتمع عليها لانها بتجمع الحبايب والصحاب والناس في الصيف وخصوصا في فصل الصيف ده حاجة اسمها عجر البطيخ الصغير وهو صغير لسه بيبقى بيكون بشاير البطيخ تمام وبعدين معايا فلفل وطماطم وهزود بس با دنجنتين عشان ايه العجر كميته صغيرة بحطه على النار وبشويه بس الاكلة دي بجد بتبقى حلوة اوي في التجمعات بتكون على البحر يعني لما نبقى على البحر ممكن نعملها بناخد معنا دقيق بناخد العجر ده وبيكون متوفر جدا هنا في سينا كتير كتير يعني بيبقى طعمه بجد حلو غالبا بتتعمل على البحر او في المساحات الوسعة وبيبقى حطب ونار بقى وشايعا نار بتبقى جمعة حلوة جدا لانها بتجمع دايما الحبايب مكوناتها بسيطة جدا زي ما انتو شايفين معايا تعتمد على العجر والطماطم والتوم والملح وزيت الزتون والدقيق والفلفل للحراء وهي دي لمة الحبايب اسمها اللاصيمة او زي ما قال الاكيل في البرنامج بتاعه اسمها صلاطة البطيف فهي من التراث السيناوي الحلو بس بجد اللي يدقها مرة بيحس بيستطعم طعمها جميل معايا دقيق هنا وحط عليه عينجرة دا حاجة بتيجي من عند العطار حلوة جدا وفويدها حلوة اوي وملح معلقتين او معلقة صغيرة من الملح هنقلب مع بعض ونجيب الميا بتاعتنا بدون تخمير ولا اي حاجة هنعمل حاجة اسمها قرصة القرصة دي مكوناتها دقيق وملح وعينجرة دا وفي ناس مش بتحط عينجرة دا لو مش موجودة مش مشكلة بس دا بزر صغير زي بزر الكتان زي البزور اللي بتتبع عند العطار حلوة جدا يعني لو عملتوا عليها بحث في جوجل اتلاقوا فايداتها جميلة حتى احنا بنستخدمها في الدقة الزعتر بقى حطاها مع دقة الزعتر دلوقتي انا هاجم بقديا هي غالبا بتتعمل في المساحات الواسعة او على البحر عشاد لان بتولعي خطب ونار وكده بتتعمل على النار بس انا في البيت دلوقتي فهعملها بس احب اعرفكوا اكتر عن سينة وعن التراص الصناوي بتاعنا الجميل بعد ما عجنتها هي بتبقى مسكة كده ما بتبقاش لزقة بتبقى العجينة نشفة بصوا ازاي بتبقى العجينة نشفة كده شوي عشان لما يجوا يرموها على النار بتبقى مسكة نفسها من غير ما بتتحرق ولا بتشيل زرة رمل صدقوني انا في يوم ان شاء الله اكون على البحر اعمل لكم تصوير للاصيمة بالطريقة الاساسية بتاعتها اما دي لأ دي مش طريقة تقلدية دي طريقة عادية ممكن نعملها في البيت عشان احنا بنحب اللاصيمة والتجمعات مش اكتر من كده قرب خلاص انا بقلب العجر بتاعي من على النار وبقلب الفلفل والطماطم برضو هتلاقوا كل ده بقت من جواها بعد ما تستوي هتلاقوا حاجة عاملة زي البدنجان بس من غير بزور تخينة هتلاقوا البزر بتاعه طري قوي بعد ما اشرت البدنجان بتاعي والعجر ركنته على جم هنعمل القرصة هنفردها هحط عليها دقيق من فوق وتحت عشان تبقى مسكة بصوا تقولها ازاي هتستوي هتبقى ازاي الفل ما شاء الله بصوا البزور اللي جواها اللي قلتلكوا عليها دي بتاديها طعام حلو قوي هجيب تلات فصوص من التوم وادقهم كويس قوي وهحط بقى العجر والبدنجان والطماطم كل مكوناتها مغزية وصحية جدا على فكرة طبق حلو جدا جدا هدقها كلها مع بعض بعد ما خلصتها كده القرصة سيبها بس تهدى شوية لاني طلعتها من الفرن هي ما بتاخدش وقت في الفرن اهي زي ما انتو شايفين اسمتها نصين ما شاء الله طلعت زي الفل ورحتها جميلة جدا انا المفروض اعطاها بايدي بس انا بقطعها عشان هسخنة جدا مش قادرة اه اعطاها بايدي بصوا زي مستوية من جوه مع ان ما فيهاش تخمير ولا اي حاجة بس بتبقى مستوية بصوا هنقطع القرصة علشان هنحطها مع اللصيمة الصلطة اللي احنا عاملينها دي طبعا هي بتعتمد على زيت زتون كتير لانها بتبقى طعمها احلى بزيت الزتون مقطعي فيها زيت الزتون اهم حاجة هنحط الملح بتاعنا وندوق الطعم نقلبه كويس اثناء ما ما بيبقاش العجر ده بنعملها بالبادنجان على فكرة دلوقتي يجيب طبق التقديم هنحط القرصة على وش اللصيمة وزيت الزتون علشان تتقلب كلها وتكليها بالف صحة وهنا بجد اللي يجي العريش هنا لازم يطلب اللصيمة بلسينه علشان يكلها ويستمتع بطعمها الرائع حطي زيت زتون على قد ما تقداري فيها موسيقى اببدا